اهلا بيكو السيسي مبارح طلع بالليل بعد ما خلصنا الحلقة قاعد في شربين وتقابل مع الناس هناك وبعدين بدأ يبعبع يعني بشوية كلام زريف قوي السيسي لما المرأة تتكلم لازم نسمع فاحنا النهاردة قررنا نسألكو يعني تقولوا ايه للسيسي سواء حرتك راجل او امرأة يعني مش فرقة كتير لكن عايزين نعرف يعني الراجل بيحترم المرأة المصرية فعلا الراجل بيقدر المرأة المصرية بيتعامل معها بهذه القدسية والاحترام البالغ والله الصورة مختلفة تعالوا نسمع قال امبارح ونرجع لكامير وحضرتك طيبة وعايز اوريكو بقى ان لما المرأة تتكلم كلنا لازم نسمع احنا النهاردة عيد يا ريس عدنا حضرتك عندنا النهاردة في محافظة الدقالية وعيد لكل مصر جميعا كل سلام حضرتك طيب والله احنا مش نصدقين مع حضرتك بس الحمد لله ربنا يحميك ويعينك ومحن كلنا ضاعر لك يا ريس والله يعينك ويقوميك في 2011 الرجل اللطيف الجميل المحترم المؤدب اللي بيقول لنا لما المرأة تتكلم الكل يسمع نفذ للأسف الكشوف عذرية على فتيات مصريات فعشان التاريخ يا جماعة بس ما بينساش عشان الناس اللي كانت من عشر سنين لسه عندها تسع سنين وعشر سنين ودلوقتي بيتفرجوا على اللقطة دي بيقولوا ايه الجمال ده ده رئيس جميل او يا جماعة ده ده ايه الحلوة ده ده شفته لما ام مصرية اتكلمت شفته سكت الناس ازاي الله احنا بنحبك او يا رئيس الشخص اللي قاعد قدامكو ده اللي سمعتوه ده من عشر سنين او حداشر سنة بالزبط قام بكشوف العذرية على فتيات مصريات في ميدان التحرير ايوه هو نفس الشخص بنفس الدحكة السمجة دي بنفس الادعاء الكاذب ده كان لابس البدلة الميري ايامها وكان عضو مجلس عسكري ومضيم مخابرات حربية وعمل كشوف العذرية على فتيات مصريات بس يعني عشان الناس تبقى معنا في الصورة يعني طيب احنا نعمل ايه في الفقرة دي مش هنوف نقول ارقام ولا اي حاجة احنا هنحاول نسمع بالصوت والصورة بعض السيدات المصريات ازاي النظام ده او نظام السيسي ده بيتعامل معاهم ازاي بيسمعهم وهل الرسائل اللي بيقولها له دي هو بيسمعها ولا لا وخلونا نبدأ بعائشة خيرة الشاطر المعتقلة في سجون السيسي نتابع انت عندي كم سنة يا نور انا عندي 12 واخوي عندي 13 طيب نور كنت عايزة ارجع لموضوع انت عارفة ايه الاتعامات اللي موجها لماما ايه الاتعامات اللي موجها للماما يا نور انا عارفش ماما قصة ما عملتوا حاجة انا عايزة ما يطلق سنة حاجة وانزاعة ومتأذر يقولوا لي اكتب تعبير عن حد الوطن احد الوطن ايه انا كانها وطني اعادت الناس اللي باعي باعي باعش هدواء بني ماما اتعلم سنة حاجة وانزاعة خالي اللي كان بضايا وكان حليل يمكن كل حاجة الحياة للزميل احمد طه من الناس الاسدزة في الاعلام يعني ويعني بيقدر يتحكم في مشاعره كويس على الهواء لكن الحوار ده انا فاكره كويس مع بنت عائشة خارة الشاطر وانا كلمته بعدها يعني هو مقدرش يعني هو مقدرش مقدرش يتملك مشاعره ودموعه مع بنت بتعيض بالشكل ده بتقول بيدوني موضوع تعبير اكتبه عن حب الوطن انا كانها وطني انا عايزة امي دي بنت عائشة خارة الشاطر في لقاء على الجزيرة مباشر مع الزميل العزيز الاستاذ احمد طه طيب غير عائشة خارة الشاطر عشان هتلاقي بعض مرضى النفوس بيقولك عمدوا الاخوان مسلمين طيب يا سيدي ماشي تعالوا نشوف اللي مش اخوان مسلمين بيتعمل اه فيهم ايه على لسان اذرع النظام البرلمانية ده اللي حصل مع سناء سيف على لسان عمر عفيفي او عمر درويش النائب المطروض في قمة المنافق طيب تعالوا نروح لسيرتين مصريتين بيوجهوا رسائل لعبدالفتاح السيسي ونشوف قالولو ايه يا ريس يا بتاع الغريبة الحكم بتاعك بقى ايه يعني ممشي علينا ازاي هي حكم ولا بلتجة ولا ارهاب ولا ايه بالزبط انا عايز اعرف حاجة يعني انت عملتنا ايه اللي تغير علينا اصادي الكباري اللي انت بانيتها عشان تتكتب في انجازاتك انت هدت بيوت وشرت ناس وهجرت ناس من بيوتها اصادي الكام كبري اللي انت فرحان بيوم اللي هيكتب في انجازاتك بس وانت تتكتب في انجازاتك كباري عملتها واثور في العاصمة الادارية هيكتب شعب مات وكلم الزبالة شعب جاعة دخلتنا على ثور الجياع ودلوتي بتتكلم بتقول ايه? بترهبنا. لأ موتنا. موتنا وخلصنا من اللي باقي في حياتنا. وفي احنا مش هنعيش في حيات شقاء بسبب اك. وكبال اخر انا هنموت نفسنا والموت كفرة. لا تعال موتنا باقي بشي. حرام ولا حلال. حرام ولا حلال يعني. هتكلم فينا يا تان اكتر من كده. ها? وعرف ان كلامنا كل اساسا ما عندش هنحس بيه. من اكبر واحد لا اصغر واحد. حكومة ساطة. مش فصلة. ساطة. ساطة. وحزب يا الله. ونعمى الوكيل. في اللبس كل مكان واشمع تقدر الناس الكلام اللي فيه. انا ما بخش من حد. عاوزين يدو ياخدون يجي ياخدون. مش معي على حد. حب على ايه? معي يا ست عيات. متعوشت بنتان فاضل بنته معي تلات ولاة. ها? نعمل ايه ثان يعني. ها يفاقيتوا. ها يكون فاضل ايه ثاني. فاضل ايه ثاني. هخافي من ايه. في ايه تاني. في ايه تاني. في اكتر من قطق بنقاة ميه الغلبة. مافيش اكتر من قطق لازل الغلبة. يا خاس من مين. نعمل. لما الست المصرية تكلم لازم كلنا نسمع. اتمنى عبدالفتاح السيسي يسمع الكلام ده. لكن الحقيقة السيسي دايما بيهتم بيه السيدات في مصر بشكل خاص. لدرجة انه لما بيختار متحدث او كان لما بيختار متحدث رسمي باسم القوات المسلحة المصرية كان لازم يكون لي علاقة بالسيدات بشكل او باخر تعال نفتكر مع بعض كده قال ايه عن احمد علي المتحدث الرسم السابق باسم القوات المسلحة المصرية وعلاقته بالستات طيب اللي انت بتقول عليه مقترحاتك بتاعت الاعلام عدا الشخص اللي انت ليك مأخذ فيه على احمد احمد علي جاذب جدا للستات يعني يعني خلي بلك بس عمر يعني انا اغيرته وخليت عمر بسه فالراجل الحقيقة لما المرأة تتكلم لازم كلنا نسمع لدرجة ان احنا لما نجيب له متحدث رسمي لقوات المصالحة نجيب له واحد جاذب جدا للستات مش عارف ايه الحقيقة العلاقة يعني لكن هو الراجل عنده اهمية يعني شديدة للسيدات المصرية